السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة وصفة افكار و ما شاء الله نعطيكم واحد الريب كي يأتي بثاف و رائع نتمنى انكم تجربوها كي يأتي ممتاز من كهد الخوخ او للشهدية ان نبوتوا طريقة تحضير تابع ميال الفيديو الاخر كنحتاجو في هذا الريب كنحتاجو فيه واحد ضانون او اي اخت عندكم اي طرد الحليب لدينا جوشه دياز مقطعين طرح القيين بحيد منهم الجلفة لما كتشوفوا انا قد نطحنوهم عندي هنا السكر على حسب الطوق انا استعملت هنا ثلاثة المعاء لقبار سناخد واحد الكاثر انا قد ناخد اولا سطرة الحليب سنصخنوه ما نخليه الشكل يطلع يعني سيصخون الحليب و نطفي عليه نطفل بطاق كنحتاجو في البطاق كنناخد الشهدية ديالي سنطحنها مع شوية الحليب ما عنديش الحليب كامل غير شوية باشي يطحن مزيان و نضع معها السكر وعندي رلاجات مع الكبار دياز السكر انتم ما زيدوا اللي بغيتوا اي الطوق اللي بغيتوا لحسب كل واحد طحنتوا مزيان و تحنوه و للي ما بقى شبان يعني كي باقي شي طريفات و لا ما بتشي بقى و طريفات مقطعين ديال الشهدية تحنوه مزيان او لا صفيوه اخليتوا واحد الكاس الكاس ديال العاصر او الكاس ديال المكبير ندروه في الحليب اللي باقي لنا ذلك الحليب اللي بقى بارد و نضعوه في ذاك العاصر او ذاك الشهدية اللي بطاقنا مع الحليب نخلطوه مع ضعنون ندرو ضعنون خلطوه مزيان لعاصر كاملة كيف ما كتشوفو فات الوصفة انه ما فيهاش حليب مجفف يعني غالي جي ممتاز بدون حليب مجفف نستعمل نستعمل نغير الحليب وضعنون هنا كيف يفعل انه غالي العرائب ممتاز و نخلطوه مع ذاك الحليب اللي يسخننا حتى يبرد شويه ما يكونش سخون بزاف يعني غالي يسخن نخلطوه مع المكونات الاخرى نخلطوه مزيان و بعد غالي نغطيه نخلي لوحد الليلة لحسب الجو انا دباركي الجو سخون يعني غيرت شوفه يعني راب يوجد انا درت شوفه خليد الليلة تلغطيه مزيان ستتعليه درت له شفوطة او اي حاجة سخونة و تغطوه تحتوه في حد المكان تطلع كعر او لا يعني غالت الليلة لما تشوفو راب راب مزيان خلطته بعد ما دخلتوه تلاجه بعد ما دخلتوه تلاجه باشي برد ما تشوفو راب مزيان رائح و ما زال غالي يجمد لان ما غالت دخلوه تلاجه غالي يزيد اتقال كأن اه فيه جيلاتين يعني غالي تقيل بزاف ما تشوفو تلاجه واحد ساعتين غرف تلاجه عادية برد او لا تشكل هذا تقيل ما تشوفو انا هنهزو تبوه تشوفو يعني حطيتو في يجي رائع وحبنوك هاد الخوخ بالشهدية يجي تقطروه في الكيسان تشربوه هاكا في الصحور يجي ممتاز رائع في الصيف او في رمضان تمنى انها تعجبكم اذا عجبكم في فيديو زروا لايك واشتركوا في قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة